كانت اليوم علينا أن نذكر هذه لأن إخوان كثير رسلوني في الموضوع وقالوا يا ليت تتكلم عن الموضوع خلينا باش نقولوها لإخواننا في ورقلة كانت هذه شباب ورقلة بالعشرات ربما المئات حتى متظاهرين في وسط المدينة احتجاجا على أن خرجي المحروقات يبيعوا في الخضروات يراكم مليح كيف تلقى تبيع الخضروات رمكين الناس خرجي المحروقات وخرجي القانون وخرجي الهندسة وخرجي السياسة وخرجي التاريخ وخرجي الفلسفة أو الطب ولا يجدون ما يأكلون لا يجدون عمل يبيعوا مرات حتى مش في الخضروات يبيعوا في السيجارات بكل ألم إخواني في ورقلة وفي غير ورقلة اليوم أيضا كان في احتجاجات في حسيم سعود أو أمس دعونا نرى الصورة منهم ممكنها أمامي أيضا إخواني هناك يعني في ورقلة وفي غير ورقلة كان حاجة في المنطق تسمى القاعدة الكبرى والقاعدة الصغرى إذا صدقت القاعدة الكبرى فإن القاعدة الصغرى تصدق حتما إذا كان رأس نظام من يجرع على الفساد إذا كان القاعد مصلحا صالحا من يجرع من يجرع على الفساد إذا كان الحاكم رئيس الدولة الوزير رئيس الحكومة يعني كبار القوم خاصة رأس الحكم من يجرع لو كان ابو تفليقة صالحا حقا من كان سيجرع على الفساد لو كان القاعد صالح وجنرالاته وتوفيق ومن معه جنرالاته صالحين حقا من كان سيجرع على الفساد الفساد سياسة لإدارة البلاد لشراء الذمم لقهر المخلصين النظيفين وللإتيان بكل فاسد وكل حقير وكل سفيه الفساد سياسة تبقى وتحلموا إلى يوم ما نشعرف متى الحل الوحيد رحيل العصابات وقيام نظام مدني شفاف شعب عندما تكون أنت في ورقلة أو في مغنية أو في تيزيوزو أو في عنابة أو في تمرست أو في الجلفة أنت الذي تختار الحاكم بحق بصدق فإن هذا الحاكم يدلك ألف حساب عندما يختاروا الحنوشة من خلف السيطار فإنه لا يلقي لك بال هذا إذا لم يلقيك في السجن أو يدفعك حتى إلى الجنون إذن تحتجون شيء جميل لكن تأكدوا أن حتى لو يجيكم أفضل والي في ورقلة وأفضل رئيس تشغيل في ورقلة وأفضل جنرال في ورقلة وأفضل ما نشعار في ورقلة لو يجيبكم المخيرين اللي موجودين في فنلندا أو في السويس أو السويد أو في سويسرا أو مش رايحين يروحوا بعيد لماذا؟ لأن اللي فوقهم مجرمين كبار ما يخلوهمش يشتغلو وعموما هاد المجرمين ما يجيبوش أي إنسان صالح ترجمة نانسي قنقر